تمكنت مصالح الأمن بمينيطنج المتوسط من إجهاض عملية كبرى للتهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية وحجز ما مجموعه طن وثلاثمائة وخمسة وخمسون كيلو جراما من مخدر الكوكاين وضح بلاه للمديرية العامة للأمن الوطني أن إجراءات المراقبة والتفتيش التي باشرتها مصالح الأمن أسفرت عن الشباه في طريقة ختم أحد الحاويات المحمولة على متن باخرة للنقل البحري تحمل علم دولة أوروبية كانت قد انطلقت من أحد الموانئ بدولة البرازيل ومتوجهة صوب ميناء في بورت باري تمكنت المصالح الأمن الوطني بميناء تنجر المتوسط يومه الـ 18 أكتوبر الجاري من إجهاد عملية كبرى للتهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية وحجم مجموعه 1355 كيلو جرام من مخدر الكوكاين تنفيذ هذه العملية الأمنية النوعية تأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبدلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة عمليات التهريب الدولي لمخدر الكوكاين وكذا تحييض مخاطر وتهديدات شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية إجراءات المراقبة والتفتيش التي باشرتها مصالح الأمن الوطني مكنت من الشباه في طريقة خاتم إحدى الحاويات المحمولة عالمات التنة المباخرة للنقل الدولي تحمل عالم دولة أوروبية تحمل عالم دولة أوروبية كانت قادمة من أحد الموانئ بدولة البرازيل متوجهة صوبة ميناء وهو ما استدعاء إخداءها لتفتيش دقيق بواسطة الفرق السينوتقنية هذا التفتيش مكان من اكتشاف وحش شحنات الكوكاين المهربة ملفوفة ومخبأة داخل أربعين حقيبة سوداء اللون مدسوسة داخل الحاوية وتشيل معينات والخبرة التقنية المنجزة أن طريقة تهريب هذه الشحنة القياسية من مخدر الكوكاين رهنت على الأسلوب الإجرامي المعروف بريب اون ريب اوف والذي يتمثل في إقدام المهربين في بلد الشحن المهربين في بلد الشحن على كسر الأختام الرسمية التي تضعها إدارة الجماريك على أبواب الحاويات الموجهة للتصدير للتصدير اللي يتسلنى لهم شحن مخدر الكوكاين على واحدة أو أكثر من تلك الحاويات من تلك الحاويات التي تكون قد خضعت للمراقبة وتمها ختمها بعد ذلك يتم إعادة وضع أختام جديدة لكن بطريقة مزيفة وغير مشروعة نظرا لأهمية هذه القضية فقد عهد بمهمة مواصلة البحث والتحري إلى الفرق الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العم المختصة وذلك للكشف عن جميع الأشخاص المرتبطين بالشبكة الإجرامية المتورطة في محاولة تهريب هذه الشحنات من مخدر الكوكاين وكذا تحديد تقاطعاتها وروابط الإقليمية والدولية